هلأ يا هلأ وغلأ يا مرحبا الله يتقبل مننا منكم صحيح معالي أخواني بس أبوصي نفسي أولا ثم أوصيكم أخواني بعض الناس سبحان الله يظن إن رمضان فقط هو الإمساك عن الطعام من الصباح إلى الليل بعد الليل يبدأ يعصي الله جل وعلا ثم يصلي صلاة الفجر مع الجماعة وذكار الصباح ويرجم القرآن ثم بعده ينام يسحب على الظهر والعصر هي المفروضة سواء في رمضان وغيرها أعطيك مثال الآن لو جاك جرح خليت هذا الجرح ما داويته ولا ونسحته ولا نظفته ولا ضبطته الجرح هذا راح يفسد المكان اللي فيه سواء يدك راح يعيب يدك سواء الرجلك صار يعيب سواء أي مكان صار يعيب على المكان نفسه أنت الآن تؤخر صلاة تدرك صلاة تدرك تسوي بعض المنكرات المعاصر التي تستهين فيها بسيطة تجرح صيامك حتى تفسد صيامك حتى جل وعلا لا يقبل صيامك نسأل الله العفو والعافو بس ما عندك اللي ضموط جزائك فقط أنك تتعب والتضمى والجوع مصيبة والله أنه خسارة يا إخواني تكواني الصحو